فعاليات الربيع الأكاديمي لشباب الموسيقى الأندلسية وذلك بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمصدغانم ويتضمن البرنامج ثلاث صهرات فنية من تنشيط جمعيتين ابن باجا مصدغانم ونسيم الأندلس من وهران بالإضافة إلى الجوق الكبير للموسيقى الأندلسية الصنعة كما ستعرف التظاهر إحياء حفلات لكل من بيصل بن كريزي نوردين السعودي وأيضا عبد القادر بن جلول والفنانة ليليا بورسالي كما سيتم تكريم عائلة الفنان الراحل سيد أحمد بن علي وبالإضافة للإعلان عن المتوجينة بجائزة الراحل الحاج أحمد بن مولاي كريزي التي أقيمت هذا العام بصفة افتراضية وذلك نظرا للظرف الصحي المتعلق بفيروس كورونا